السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقلت وكالة أنباء روسية عن المبعوث الروسي إلى محادثات السلام السورية أليكساندر للافرينتيف قوله اليوم الجمعة إن المناطق الآمنة التي ستقام في سوريا ستغلق أمام الطائرات الحربية الأمريكية وطائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أنه سيتوجه نهاية الشهر الحالي إلى السعودية وإسرائيل والفاتيكان في أول رحلة إلى الخارج منذ وصوله إلى البيت الأبيض قررت النيابة العامة بالسويس اليوم الجمعة بإشراف المحام العام لنيابات السويس إحالة خمسة من أعضاء خلية داعش المضبوطة بالمحافظة قبل سفرها إلى ليبيا إلى محكمة جنايات السويس وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال أمس الخميس على طلب القوات المسلحة بالإشراف الإداري على قطعة أرض مملوكة لمجلس النواب في مدينة مرسى مطروح بمساحة 450 مترا لتخصيصها كمركز قيادة متقدم بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 226.16 مليار جنيه خلال الفترة يوليو فبراير 2016-2017 أي ما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 222.9 مليار جنيه ما يعادل 8.2% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه قال ياسر جابر المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة إن عجز الميزان التجاري تراجع بنسبة 46% خلال الربع الأول للعام المالي 2017-2018 بقيمة 5.5 مليار دولار أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الخميس عن تدشين التطبيق الإلكتروني للأدلة العلمية القومية لمرضى السكر ومرضى ارتفاع ضغط الدم لجعلها متاحة لجميع الأطباء على مستوى محافظات الجمهورية وذلك بالمعهد القومي للتدريب بالعباسية وبحضور أعضاء اللجنة القومية للسكر وممثل وزارة الاتصالات ومنظمة الصحة العالمية وممثلين من الاتحاد الدولي للاتصالات أكرى الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين وتجارة الداخلية أنه تم التعاقد على سلع رمضان لتلبية احتياجات المواطنين في محافظات الوجه القبلي بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25% بجانب طرح الشركة العامة للجملة السلع في محافظات الوجه البحري أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي عن أرقام الجلوس الخاصة بطلبة الدبلومات الفنية صناعي، زراعي، تجاري بنظاميها الخمس سنوات والثلاث سنوات المتقدمين لامتحانات هذا العام 2016-2017 كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مجلس الوزراء قرر وقف المعلمين المغتربين ضمن مسابقة لثلاثين ألف معلم وأخصائي إلى محافظة الإقامة مقابل زيارة الحوافز وتوفير سكن لهؤلاء المعلمين وأسرهم بحسب ما نشرت بوابة الفتح تقرؤون اليوم على موقعي أنا السلفي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق أربعة كتبه ياسر برهامي إن كسرت الحملة على الأزهر فهل تتوقف الحملة على التراث؟ كتبه عبد المنعم الشحات العرد الثاني عشر بعد المئة من مجلة النبع الصافي الإلكترونية انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة